فيصل عرجاني في اسبوع التصفيات قدم قيمة تربوية في نظري سيئة جدا 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 وابعد ما يكون عن شاشة نظيفة هدفها قيمة اجتماعية راقية جدا الاباء كبار السن اباءنا لهم احترامهم وتقديرهم بغض النظر عن تعليق الاخوة الزملاء سواء ترك الدوسري سواء برزيقة سواء غيرهم هنا الوضع مختلف جدا انا استغرب اصلا استغرب اصلا وانتفاجأت وقولها بكل شفافية اتفاجأت اصلا ان من ضمن المتأهلين كيف يتم المساوات واحد اخترق قانون مسابقة مايك او تخلف عن فقرة او شي او كتمفور او حتى جوال اقارنا بموقف تربوي سيء جدا لا يقبل في هذا الموقف يجب الاستبعاد فورا اتمنى نحن تغاضي الشاب عن هذا الشيء ما ادري لاش تفاجأت انه من ضمن المتأهلين انا اقول اني تفاجأت دعونا ناخذ المقطع نذكركم فيها شباب والاسف الشديد ما ودي والله اني اذكر في هذا المقطع ما هو جاهز احسن احسن يا شاب احسن لن عرضه من حاجات الشيء لا تعرضه لن عرضه وتكرار الخطأ شيء غير غير جميل صراحة فيصل لم يوفق جدا في التعامل مع ابو فهد والذي نقدم له اعتذار صراحة طيب وانا اعتقد ان ابو فهد خبير في الاعلام وقديم وقدوة لنا وستاذ ونقدم الاعتذار صراحة لا يوجد اي تبرير ممكن ابرر الفيصل لكن انا اختلف معك في نقطة استبعاده لا ما كان الحدث لدرجة ممكن تقبل الاستبعاد انا اختلف تسويها بالجوال كيف و هذا الموقف تسوي بواحد يستخدم جوال لو هرب تقبل انك تستخدم لا لا دقيقة شباب بغض النظر انا اقول الحدث سيء ما هو الخطأ الاعظم من هذا الخطأ يا سعود دقيقة استبعاد مباشر لا ايش الخطأ الاعظم اللي يؤدي الاستبعاد هي كانت فقرة تحت الضغط ففيصل لم يوفق اعتقد ان خصم منه درجات كبيرة في تحت الضغط لكن خدمه امور ثانية يمكن تعتمد على التصويت لان هذا البرنامج ليس قامع الظل مسألة اني استبعد استبعاد كامل والحدث اعتقد كان شكل سيء فيصل فيصل طلع بشكل سيء جدا على الشاشة كيف تم الخصومات عليه وفرقه تأهل يا اخي درجات مجموعة درجات عبدالخالق هالمعقول ودي والله شو نعم ونحب لا فيها موعد التشكيك اكيد لنجاح تصويت اكيد والله يؤف اللجنة لها دور يا اخي على الاقل يا اخي لا ولا تعطي صفر ولا قيم عشان اكون مواضح انا اتفق معكم في مسألة ان فيصل كان شكله كان سيء على الشاشة تعامل مع ابو فهد كان سيء للغاية لكن لا يصل انا يجي النقطة الاخيرة لا يصل الى الاستفادة تسمح لي يا عبدالخالق فضل يا ابن عين انا يا اخي بعيد عن كلام التنظيري ومن شكله سيء او فعله ما هو بسيء ولنفترض جدلا يا اخي ان ابو فهد الشايب اخطأ في اي فئة لا نفترض جدلا هل ابو فهد من الناس اللي اخطأه مغفوره لسبب لشيبته الله سبحانه وتعالى يستحي من الشيب في رأس الرجل ثم تأتي انت من احفاده ومن ابنائه تقلل منها وتخطأ عليه يا شيبه كان يقول صراحة لب ليش يا فيصل العرجاني ما تعاملت مع الموقف زي ما تعامل مع عبدالله الشمري تعامل معه بشكل احترافي وبشكل مرتب وبشكل رايق ليه مسوي ابدا ما هي فرد عضلات اني افرد رساني وعضلاتي على شايب ابدا ما هي فرد عضلات افرد عضلاتك ولسانك على امثالك الله الرسول عليه السلام يقول ليس منا بل لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا هذا امر ديني انا ارى الله عز وجل يستحي من ذا الشيب الله سبحانه وتعالى يستحي من ذا الشيب انا ارى ان هذا الامر من اهم الاسباب للاستبعات لاني ما نشوف افرد يعني افرد عكب فهد احضر يا شبه فهد اخذي بس خاني بغضلاتي ورح النوار عطني النقطة عشان الحديث انا اعتقد فيصل وبرر عن ترك الدوسري حتى يعني نعطي كل ذي حقا حقا ايه بس بريد ما كان تبريد غير مقنع يا عذر الاقباح للنبيا لحظة 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 كان اعتقد ان هذه الية فقرة زين وان كان لابد ان ياخذ ويعطي في الفقرة يا صديقي خالها فقرة يا حشائر جاي يضغطني لحظة لحظة ابو عيني ما هو مبرر ان يعتقد عليه انا ما اعتقد في هذا التبير نواف كان من كان كبير السن ولا صغير سن هو ضيف لكل الاحترام والتقدير بغض النظر صح بغض النظر بغض النظر ضيف عندك في محلك شي محلك يا هو ضيف يا عبدالخالق يعني ضيف يجيك في البيت بتعامل بالمعامل حتى لو اختع عليه صحيح ضيف لا ضيف لو اختع عليه في مجلس يمكن ان يردع هنأخذ رأي نواف معنى شبه يوميا عن اسلام فمهما كان هو ضيف كل الاحترام والتقدير لابو فهد بحسبة ابونا ابونا فالتعامل والتعامل معاها فيصل غلط كبير جدا ولا يغطفون لا هيك عن حاجة يعني أخذ فوق التبرير اللي بره عند تركي دوسري غير يا نواف ترى ما هي بالأخيرة الفيصل ترى فيصل أمس تصفيات زملائه يطلعون ويدخلون ويجون هم تسدح ويقوم يتكلم يعني حاجات لا تقال للأمانة عرضت في تويتر وعرضت في الشاشة ما أدري يا فيصل هل تبغى تظهر نفسك بهذا الشكل ابو رزيقه يا فيصل دخل بجواله قمت أفتح جواله هل هي تبغى تفرع العضارات كأني أنا المنفلة اللي بكسر جميع القوانين وبكسر جميع القواعد وما في فوق راسي راس أبدا لا أحد يفكر كذا النظام النظام كالموس يحلق جميع الرؤوس لا يوجد رأثه عند الأخطاء التي تخل بمنظر الشاشة عموما 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 عبدالخالق إضافة بس أخيرة فيصل أمس غادر اللوكيشن تمام وسيحاسب على مغادرته بعد إعلان المتسابقين نيش غادر يعني غادر كذا مرة بعد مسألة تسد حمس على الشاشة كان منظر ما سيء صراحة زمناك جلسين وفقرة ترقب وكان في فقرة خروج سبعة يعني هل بيتبين أنه ما يهمك عموما لا يهمك وكنت متوتر وكان واضح جدا أنك متوتر وخايف من الخروج بس أني أنا بطلع أنا لا لا هو يبغي أنا ولد المنثل تريد ما غمني ولا فكرت يا شيخ الدنيا ما يبكده يا أخي لا توقع لك طيب لا الشعب هنا يقولون يداخل معك فيصل لا أنا ما أقبل مداخلته ولا أقبل تبريره وما ما في شيء يبرر يا عبد ما في شيء يبرر ما في مجال ما في مجال للتبرير مفترض أن حتى من قبل حاجة فنوسوء وأن أختفى بالأتدار وأتوقع كان بيمحي هالشيء التبرير أسخف ومن قضية بعد أن تدرش فعلا أنت قلت كلمة جميلة من خطأ نفسه أنت قلت كلمة جميلة من خطأ نفسه ليش فيصل ما أعتذر يا أخي يا أخي الحارثة بن عباد على طال الحارثة بن عباد يقول الاعتذار دية الكرام لو اعتذرت لأبو فهد أما أنه يجيك برزيقة ذاك اليوم يعلك وتنفخ على برزيقة وتنفخ على أبو فهد وتطلع وتجي تبرر وتحاول أن تخلق لنفسك أعذار أمام بسلطان أمو من بسمنا وبسم القناة وبسم الليدار وبسم المسابقين وبسم اللطاق من الفنين نقدم اعتذارنا لأبونا القديرة أبو فهد والله يطول في أمرك يعطيك الصحة والعافية وانت على عين بالرأس نظام أضربك في الزفة وبوسك في اللفة ايه طبعا كذا قدام الناس أتكلم وأجي وراء اعتذر لا ما ينفع يا أخي تططط أيها تططط بوسني في الزفة عموما يا شباب يا شباب أنا ما أقبل مداخلة فيصل القرعاني في هذا فيصل القرعاني عفوا العرجاني في هذا حتى والله نسبزني سيت اسمه فيصل القرعاني في هالفقرة أنا آسف ما أقبل يعتبر يبغى يعتذر بكيف خارج الفقرة هذا شيء يخصه طيب فادما يعني فيه هنا موقف بسيط جميل لما كنت تحت الضغط خلنا تشوفه وعطني تعليق لك عطونا يا شباب